جو باشنبوم بالحادثة الأخطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وصفوا في إسرائيل اختراق مسيرة المجال الجوي الإسرائيلي من جهة الأردن ووصولها إلى مدينة إيلات متخطية كل منظومات المراقبة والدفاع والاعتراض الجوي الإسرائيلية المسيرة التي انطلقت بحسب وسائل إعلام إسرائيلية من العراق ووصلت إلى إيلات من جهة الأردن انفجرت في مبنى من دون أن يجري اعتراضها وأصابت قاعدة عسكرية في إيلات فيما أشار خبراء إسرائيليون إلى أنه بقدر ما هو مسموح بنشره في إشارة إلى فرض الرقابة العسكرية حظرا وتعتيما على طبيعة الهدف المقصود فأن الاختراق والإصابة الدقيقة لم يكن يفترض أن يحدثا تأكيد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رصد هدف جوي من جهة الشرق وسقوطه في منطقة خليج حيفا وتضرر مبنى قبله حديث مراقبين عن أن الإصابة وقعت على بعد أمتار من السفينة الأغلى ثمنا في سلاح البحر الإسرائيلي ساعر ستة هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إيلات من قبل محور المقاومة الداعم للفلسطينيين في غزة بطائرات مسيرة أو صواريخ سواء من جهة العراق أم اليمن الأمر الذي حول المدينة السياحية بامتياز والتي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة بسبب أعداد المستوطنين الذين لجأوا إليها بعد إجلائهم من مستوطناتهم في الشمال والجنوب إلى مدينة على عتبة الانهيار الاقتصادي في إيلات اليوم ستون ألف شخص البعض يعتقد أنهم يستجمون لا هؤلاء ليسوا سياحا هم انتقلوا إلى هنا بعد إجلائهم من مستوطناتهم هم في ضائقة صعبة هم لا يستجمون اقتصادنا في إيلات في انهيار حقيقي توجد هنا مئات الأعمال المعلقة هناك نحو ألفين مؤسسة في تراجع دراماتيكي في مداخلها وهناك ألفان وأربعمائة عاطل عن العمل في المدينة وهذه البداية فقط اختراق المسيارة منظومات الاعتراض الإسرائيلية يجب أن يشعل برأي محللين الضوء الأحمر في المؤسسة الأمنية والعسكرية إذا أتصاعد مستوى التوتر مقابل الفصائل المختلفة في محور المقاومة والتي تثبت كل يوم تلاكها قدرات يجب عدم الاستهانة بها منال إسماعيل الميادين ترجمة نانسي قنقر